وأضاف مدبولي أنه تفقد المشروعات الجارية تنفيذها بقريتي قلهانة وإطسا ومركز يوسف في الصديق بإجمالي 64 قرية و600 تابع انتقلنا الحقيقة بعد كده لطبعا أساس أو هدف الزيارة بتاعتنا وهو الحقيقة قرية قلهانة بمركز إطسا علشان نزور مشروع حياة كريمة والحقيقة يمكن الفيوم حاليا إحنا بننفذ المرحلة الأولى في مركزين مركز إطسا ومركز يوسف الصديق بإجمالي 64 قرية و600 تابع والحمد لله يمكن اتمنيت أن أغلب المشروعات ماشية طبقا للبرنامج الزمني وإحنا طبقا لإن شاء الله المخطط بنهاية ديسمبر القادم حنكون انتهينا من المرحلة الأولى ودول يمثلوا لوحدهم تلت قرى المحافظة المرحلة الثانية ويمكن كنت لسه بكار مع سيادة المحافظة اللي هندخل فيهم المركزين اعتبارا من العام 23 حيبقى بيخلونا مع انتهاءهم هما كمان نصل إلى 80% من قرى المحافظة بيتم زي ما حرقكم شوفتوا تفقدنا المركز المجمع الخدمات الحكومية المركز التكنولوجي المدرسة الجديدة وشوفنا القوافل الطبية الحقيقة اللي بتتنفذ على مدار الايام بقى النهاردة مع الجامعات المصرية وكليات الطب في الجامعات المصرية بيعملوا القوافل الطبية اللي حرقكم شوفتوها دي بتبقى موجودة على مدار الايام كلها على مدار السنة في كل محافظات مصر وشوفنا طبعا بقية المشروعات اللي بتتعامل جوة قرية حياة كريمة واتمقنيت على تقدم الاعمال وان يعني فيما يخص المرافق بالفعل دخلت مياه الشرب والصرف الصحي الغاز الطبيعي الاتصالات الفايبر النهاردة دخلها بالقرى يعني الحقيقة بنعمل نقلة حقيقية في خدمات القرى وقرى حياة كريمة فعلا وده دايما عشان كده بحق هو مشروع القرن لمصر ان شاء الله شكرا